طالب البلك المركزي الأوروبي دول اليورو بمواصلة رفع الفائدة من أجل كبح جماح التضخم بالمنطقة الأوروبية يتي هذا في حين سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعا إضافيا في ديسمبر ليصل إلى 9.2% لكنه لا يزال بعيدا جدا عن معدل 2% المستهدف للمركزي الأوروبي المصرف المركزي الأوروبي يدفع دول اليورو إلى مواصلة رفع الفائدة كبحا لجماح التضخم بالمنطقة فهنا ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو سجلت في العام 2022 نسبة تضخم هي الأعلى منذ سبعين عاما بلغ معدلها 7.9% تضخم جاء نتيجة الارتفاع الشديد لأسعار منتجات الطاقة والغذاء منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية حيث بلغ تضخم الأسعار ذروته عند 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر من هنا جاء تدخل برلين لصرف نحو 200 مليار يورو في إطار خطة لتحديد سقف لأسعار الطاقة في احتواء جزئيا لهذا التضخم الذي تراجع في ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي مسجلا 8.6% يأتي هذا في حين سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعا إضافيا في ديسمبر ليصل إلى 9.2% لكنه لا يزال بعيدا جدا عن معدل 2% المستهدف للمركزي الأوروبي ومذ يوليو رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية 2.5 نقطة مئوية وفي ديسمبر أكدت رئيسة الهيئة كريستين لاجارد أن هذه الأسعار سترفع مجددا في فبراير ومارس انخفض معدل وتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 10.5% في ديسمبر وأدى ذلك إلى توفر قدر من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية إلا أن أسعار المواد الغدائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977 وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر متماشيا مع توقعات اقتصاديين ومبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلين على ضرورة التواصل بشكل وفيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية قبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليوهي في زيوريخ وأضافت ييلين أنه وسط مشهد معقد للاقتصاد العالمي هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصاديين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية من أجل تبادل وجهة النظر حول كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة رغم الخلافات السياسية الأمريكية الصينية يتجه حجم التجارة بين واشنطن وبكين لتحطيم أرقام قياسية وذلك في مؤشر على الروابط المرنة بين أكبر اقتصادين في العالم بيانات الحكومة الأمريكية حتى نوفمبر الماضي كشفت عن تحقيق الوالدات والصادرات في عام 2022 ما يصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في المقابل نشرت بكين مؤخرا أرقامها الخاصة للعام بأكمله التي تظهر تجارة غير متوقعة مع واشنطن تبلغ حوالي 760 مليار دولار وتعد هذه الأرقام مذهلة في الوقت الذي تشدد فيه الولايات المتحدة سياستها مع الصين بإجماع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكن هذه المعطيات توضح مدى تشابك الاقتصادين رغم المساعي الأمريكية لكبح تقدم الصين الهادف إلى مواجهة نفوذ واشنطن العالمي وربما كان للتوتر السياسي المتزايد على مدى السنوات الأخيرة تأثير على تباطئ تدفقات الاستثمارات الجديدة للشركات الأمريكية في الصين وفي الوقت نفسه تباطئ الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ منتصف عام 2010 الذي شهد ارتفاعا في استثمارات بكين ونجت التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى حد كبير من الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي استمرت خلال إدارة بايدن وقدمت مجموعة من إجراءاتها الخاصة التي تهدف لإبطاء القدرات الصينية على تطوير أشباه المواصلات المتقدمة توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كورونا في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد يأتي ذلك بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي وضفت الوكالة في تقريرها الشهري أن العاملين الحاسمين لتواقعات سوق النفط في عام 2023 هما روسيا والصين لافتة إلى أن الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل تأثير الكامل للعقوبات بينما ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمية على رغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك تراجع الينو اليابانية بنسبة 2.6 من 100% مقابل العملة الأمريكية عند 130.8 للدولار وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو الماضي يأتي ذلك عقب أن أبقى المركز الياباني معدلات الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير عند سالب 1 من 10% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وعند 0% لعائد 10 سنوات ويواجه بنك اليابان ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع تضخم لمستويات لم يشهدها منذ عقود وتوقعات ارتفاعات الأجور كما أنه يتحرك بشكل مخالف للبنوك المركزية الكبرى حول العالم